التسول ممكن يوصل لجنون التسول وساعات بسميه إدمان التسول وإدمان التسول معناه إيه؟ إن الشخص يحس إن بالصغار طول الوقت ويحس إنه هو مش هيقدر يعالج الأمر ده زي الشخص اللي بياخد جرعات المخدرات مش هيقدر يحس إنه ممكن يوصل لهدفه إنه هو يمتلق باطنيا إلا بهذا التسول ويحس إنه إنسان إنه هو صغير من الداخل فلازم يبقى عزيز وأكتر شيء يعزه هو إنه هو يحصل على لايكات مع إنه أكتر شيء يعزه هو الإحساس بضمانة الله إن ربنا ضمن رزقه وفي السماء رزقكم وما توعدون فما حدش هيضيف لحياتك ولرزقك ولو ساعة واحدة تعيشها ولا هيضيف لقلبك ولو لحظة واحدة تحس بيها بجمال ربنا سبحانه وتعالى حضرت النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس بن مالك إن رجل من الأنصار جاء للرسول اللي صلى الله عليه وسلم يسأله فقال أما في بيتك شيء؟ قال بلى حلس نجلس عليه يا رسول الله ونبسط بعضه فحضرت النبي صلى الله عليه وقعب نشرب فيه فحضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال من يشتري بأكثر من ذلك؟ فقال واحد أنا أشتريهم بدرهامين فقعد حضرت النبي كرر فقال له خلاص أنا أشتريهم بدرهامين فأعطهم له حضرت النبي صلى الله عليه وسلم فأعطت درهامين للأنصاري فقال له إيه؟ خد الدرهامين دولا اشتري بدرهامين منهم طعاما لأهلك واشتري بالآخر قدوما فأأتني به هنا بقى في لفتة فأأتني به عشان حضرت النبي يمسكه فتحصل فيه بركة بركة الإحساس بمدد الله سبحانه وتعالى وبنور الله فأتا به فشد فيه صلى الله عليه وسلم مسكه حضرت النبي صلى الله عليه وسلم ورح ربيطه في عود وبعدين رح مدهوله وقال له اذهب فاحتطب وبيع ولا أراك خمسة عشر يوما خمستاشر يوم وكأن دي مدة لطيفة عشان الإنسان يكسر فذهب واحتطب وباع فعاد للنبي صلى الله عليه وسلم وقد أشاب عشرة دراهم فاشترى ببعضها ثوبا وببعضها طعاما فقال له حضرت النبي صلى الله عليه وسلم هذا خير لك من أن تجي المسألة نكتة في وجهك يوم القيامة آه هنا بقى نقف شوية خلي بالك التسول العاطفي لا يزيد وجه الآخر إلا كبحة يعني متسول وجهه يتقبح في الدنيا قبل الآخرة وعشان كده الناس ممكن تبين أن هي متعاطفة معاك تبين أن هي لكن هي في قرارة نفسها أن أنت مش النموذج اللي هم يقدروا يتواصلوا معاك على طول ولذلك بيبقى التعاطف في التواسول العاطفي تعاطف جزئي لحظي بينتهي ويظل الإنسان واقع في نهيمان لا يشبعان طالب علم وطالب مال فإذا أنت تفضل طالب 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 وده يتآكل في قلب